طريق تجاوز الضحايا المئة ضحية ويكاد لا يكون بيتا من بيوت منطقة السوادة أو الكمالية لم يرجع بعزيز أو قريب والسبب مرور سيارات الحمل الكبيرة التي تقوم بنقل الحصى والرمر من المقالع غرب كربلاء باتجاه العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى فاستحق بلا منازع تسمية طريق الموت هذا الشارع مأساة مأساة يعني مأساة أولا الموت هو هواي صار بي وقبل العيدة بيوميا هاي المنطقة شوفوا هذا هذا ماتوا بي اثنين اثنين ماتوا بيهمات أهل أبو اللوري دعمهم وهسا شرد وخلوا مشي هذا صارت بي مأسي كثيرة منها سيارات انتهت منها سيارات اندعمت منها سيارات تأذت الحوادث احنا عدنا هاي مدرسة على الشارع هاي مدرسة على الشارع العام هاي يعني من يسير دوام يعني من يسير دوام والله العظيم احنا من يوصل عدنا للمدرسة إلا نرتاح ومن يجينا إلا نرتاح من كثر الحوادث السكسات أولا وشارع كلها طسات ونقار صارخات واعتصامات على مر السنوات الماضية لم تجدوا الاذن الصاغية من أصحاب القرار للخلاصة من جار السوق على الرغم أن هناك إراد محلي شهري يجبى من الشارع من لوريات الحمل يقارب المليار دينار شهريا قطعنا الشارع قطعناه يوم واحد أجي المحافظ وده لجنة وده دوريات خلال يوم واحد وده دوريات قال ستة شهر أنا أبدل الشقاني أطيكم مهلة ستة شهر هاي صار لنا تسعة شهر نبلغ محافظ كربلة بعد عشرة أيام رح نقطع الشارع نهائيا لا دخول ولا خروج نهائيا لا دخول ولا خروج أنا بلوري يأخذ من عند الجباية 25 على السيارة أبروح أخيك بقى للشارع شوف الشارع وشوف الميلان وشوف المي زين هو شارع سعيد واحد أنت من تاقض 25 يا محافظ كربلة أنت من تاقض 25 لا شارع مبلطة لا رصيف مسويه لا سايثان فاتحنة لا بص سيطرات مسهل أمرنا كفي لك العباس أفضل نقف بص على ثلس ساعات ساعتين وعود عديدة انطلقت على مر الحكومات المحلية المتعاقبة بتعبيده لكن كل هذه الوعود كانت ولا زالت هواء في شبك ليظل شارع الموت في هوايته المفضلة بحصد أرواح الأبرياء من كربلاء حسن هادي دجل الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر